أعرب قاطن والسكنات الجاهزة في بلدية تعين من أصبير لزيعان امتعاضهم الشديد بثوي تأخير سلطات في ترحيلهم من أبيوت لائقة وإنهاء معاناتهم المستمرة مع البناء الجاهز حيث تعيشوا أزد من 500 عائلة وسط ظروف مزرية في سكنات جاهزة يتخوفوا قاطنيها من خطر الحرائق والأمراض الناتجة عاد المواد المبنية بها محمد شنجتي وعدنا بأن بتعويض لكل مسكن 120 مليون إلى حد اليوم يبقى هذا الوعود حبرنا على ورق ما شفنا منها حتى الشي كاي الناس اللي تحرقت لهم ضيارهم كاي الناس اللي ضيارهم آهلة للسقوط إلى حد الآن هذا الملف ما عملنا شو يراه واصل أزل ما داروا لهم حتى حاجة هناك معانات كبيرة قافعين من نصنا هناك البرارة كل رهم طيحين والرهم متعرضين بالنار يتحرقوا فيسها بإعانة هذه اللي يبغين يمدوها لنا ماذا بنا يسرعوا لنا باش نحوا هذا البناء الفابريكي ونسكنوا وضار مسكن لائق عائلات فقدت أبنائها في سكانات جاهزة واضطرحت إشكالية هذه ولكن كل إنسان يحمل المسؤولية الآخر من جهة الرئيس دائرة عينة مناص وفي رده على انشغلات المغاطنين أكد أن العمل جاري على ملفات المغاطنين القاطين بهذه السكنات الجاهزة تكفلت الدولة بمنح إعانة مالية وهي 128 مليون للقضاء على هذه السكنات الأرضية رهي تعقل مواطن رهي ملفت على مستوى مكاتب الدراسات ومديرية السكن ومديرية أملك الدولة لمنحهم عقود الملكية لتمكينهم من هذه الإعانة وإعادة البناء اللائق للموارد